السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بمناسبة طبعا مولود النبا والشريف نصلي على حبيبنا النبا كتير وطبعا اتعودنا ان نشتري حلوة المولد طب وليه نشتري المراتي حلوة المولد؟ ما نجرب نعمل حاجة في البيت وبصراحة جذفت وقلت ايه؟ هفكرمل شوية سكر وهحط فيهم شوية السمسم او الفول السوداني واشوف هيطلع عامل ازاي؟ ايه المشكلة يعني ما نجرب؟ طبعا ايه؟ حطت قبات سكر في الطاصة وحطت عليها معلقة عسل ابيض علشان ما تبقاش نشفع واول ما ابتدى يغمق كده روح تنزلع بالفول السوداني على القرامل اللي انا عملته ابتدت اقلب بسرعة 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 جدا وبعدا ما تقلبي طبعا بتلاقي الخليط كله تجنس مع بعضه نبتدي بقى ناخد الخليط ده نبقى فرشين في صنية ورق فويل او كيس افتحينه الصين وحطيه في صنية وهنبتدي ننزل الخليط ونساوي الخليط كويس جدا لازم بقى السطح المتساوي مش عارفة تساوي بالمعلقة جيبي طبق استلس بالليه كده بمية من ظهره وابتدي ماشي بالطبق هيتساوي السطح كله وهنبتدي بقى نجيب السكينة بتاعتنا ونقطع اللي احنا عملناه قطعيه بالشكل اللي انت عايزاه طويل اه مربع الشكل اللي انت عايزاه بس حاولي وانت بتساوي السطح ما يبقاش السمك تخين علشان فعلا السمك لما بيبقى تخين بيبقى مش حلو فخلي يدوب على قد مسلا اتنين سنتي تمام كده قطعنا بالشكل ده طبعا نظافة وما خدناش وقت اتعامل بسرعة جدا وحاجة جميلة في البيت كده هتفرحي بالنتيجة بجد جربي وهيعجبك وبتكاليف قليلة جدا جدا يارب يكون الوصفة عجبتكو وطبعا انا كمان عملت برضو السمسمية ونقيت السمسم وعملت برضو بنفس الشكل بصراحة النتيجة عجباني جدا ومبهرة اتمنى اللي عايز يجرب الوصفة ياريت يجربها كده وتعجبه انا قلت بس اعملها انا عارفة ان الناس ما شاء الله شطرة بس قلت اشجعكو لان انا كنتم مستدقلة ان انا لسه هعمل وسوي لا الموضوع سهل جدا وجميل وممتع اتمنى ان الفيديو اعجبكو وكل سنة وانت طيبين واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه وسلم مع السلامة اشتركوا في القناة